السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيلم سلاسة برهاء أو سريديوث ده فيلم كوميدي هندي تم إنتاجه عام 2009 الفيلم مكتابه اسمه خمس نقاط لشخص ما الفيلم ده من أنجح فيلام السينما الهندية وحزع العديد من الجوائز وترشح ضمن قائمة أفضل 250 فيلم على مستوى العالم كله الفيلم بيدور في إنتاج كوميدي كوميدي جداً وبينقش قديمهما جداً وهي نظرية روتين التعليم العقيم وتروح الحفظ القديمة المفاشر حي الابتقار وما بتخليش الواحد يبقى فاهم زي يطبق الحاجة اللي هو بتعلمها دي على أرض الواقع فبيبقى عبارة عن جهاز تسجيل بيحفظ ويقول الكلام اللي هو حفظه وبكده ينجح وبكده يتفوق الفيلم بنقش القضية التعليم في الدول النامية هو الفيلم في الهند فهو بيناقش ان كل الطلبة عايزة تطلع من أول الدفع عشان الشركات تختارها في الشركات الكبيرة ويقدر ان هو يحقق دخل محترم ويدمن مستقبل لكن دون فهم مجرد ان هو بيبقى حافظ مش فهم خلينا نشوف قبل ما نتكلم عن الفيلم نشوف كلام حقيقي فعلا حصل لأحد أعظم معلومات الفيزياء على مستوى العالم كله واحد اسمه نيرزي هور وده دينماركي حائز على جهازة نوبل هو كان في الامتحان في جامعة كومينجهاجن اللي هو في دينمارك فبيسأله اسمه لو قدناك جهاز البرامتر ده بيقيس كاس الضغط الجوي فهتحدد للفرق طوال زي فكله طبعا عارف انه هيقيس الفرق الضغط فوقه تحته ويحسيبه بتاعه ففي واحد جاوب بس هو الدكتور ما عجبهوش اللي جاوبة فسقطه فقاله اللي سقطه ليه صح غلط هو قالك انا هربط البرامتر بحبل وروح منزله لحد تحت لحد منزل الارض واقس طوله ويبقى ده طول البرج النتاحة السحاب فقاله لأ بس دمينوشه لك الجاوب صح والغلط فالطالب يشتك قال ليه اللي جاوبة تحت صح فكونينجه معينين خبير انه هو يبص في القضية فقال ليه صحيح نسبين بس ده اللي احنا عايد لله يحفظه فقال له لأ جاوب بطريقة تانية فيه جابة تانية بس بشية دي اللي انت قلتها فقال لك انا ممكن برامتر من فوق نتاح السحاب ويقيس الزمن اللي هينزل حد من اصول الارض فهده رح سيبه من خلال قانون الجاذباء الارضي او انه نقيس طول زل البرامتر وقارنه مع طول زل النتاح السحاب فمن خلال التناسب نعرف الطول بتاعته وفيه حل بردو ان احنا اديه هدية للحارس بتاع النتاح السحاب وهو يقول لي الارتفاق بتاعها كاما لو احنا عاقل الامور هنقيس للغط الجاوب من هنا وهنا زي ما انتم حافظين فهو جاوب اللي جابة الاخيرة دي فرحه ايه من الجاحين هو كان معتقد انه هو اسوأ الاجابات وده يعني عقلية مختلفة وخد جايس نوبيل يعني الفكر كلها في كده ان انت ما تبقاش اسير الحفظ لا تبقى ليك ارائك الشخصية من خلال ان انت في فيم تيه السحاب ديه الفيلم بيدور ان فيه جامعة والجامعة ديه بيبقى فيها تلت طلاب فيه طالب اسمه فرحان ده مكبل برابط ابو ام انهم لازم يخشه انه لازم يتفوق في هندسة وطلع شغل المهندس رابنه بيحلم بالتصوير ومصور باهر فيه طالب تانية مراجو بيحب قولة هندسة بس هو خايف من كل حاجة طالبين عاديين زي بيتي طالبة كلها بس بيجي لهم واحد اسمه رانشو ده مفيش حد شابهه اللي هو عامر خان بالنوقة لازم يكون فيه فرح مرح في التعليم ولازم منتزمش بنص اللي مكتوب في الكتاب لا احنا نقول الرأي بتاعنا هو من خلال انه هو فاهم النظريات وهو لما جوم الطلبة يتنمر عليه بسبب انه هو لسه في أول سنة قدر انه هو يتغلب عليهم ويفضليهم ويخليهم يبايد عنهم طول فيلم بتحصل مفرقات ظريفة وطريفة لانه هو مثلا الدكتور بيقوله يقول لي تعريف آلة أول يوم فقال له التعريف البسيط دي آلة هتستخدمها عشان نساعد نفسنا وبتتحرك بسهولة زي مثلا السوستة بتاعة البنطلون فقال له لأ اسكت انت غبي انت بش هالف حاجة فقال له اللي جنبية فالتاني حفيز فرحة اللي قال حافظ هو تعريف معين مجموعة من الدروس والتعامل التعريف اللي هو موجود في الكتاب فقال الدكتور انا هو ده اللي انا قلت بس بشكل اخر قالوا لأ انت بشكل تاشي جدا احنا عايزين حاجة تعريف علمي موحد بتاعه فاخره ببره فقال له طب معلش انا محتاج ان انا اجيب حاجة ننسيتها قال له ايه قال له الحاجة دي عبارة عن اداة لحفظ المعلومات وبنستخدمها فعشان نعمل قال له ايه ايه الكلام كبير ده انت ده الكلام عليه قال له كتاب ما تقل له ده ما تقول كتاب قال له ما ده لما قلت تعريف البسيط انت ترطني فالطلبة دحكة بدأت تفهم ان بش لازم نقعد نصعب كل حاجة ولازم نقعد نحفظ لا يبقى فيه فهم المعلومات وهو عبر ان من الكاس بتاعنا بس النقطة حصلت درجات وش هادة لا ان احنا نبقى فهمين احنا بنتعلم ايه وممكن اتعلم حاجات بش هي اللي في الجامعة بس انا هشاف ان دي هتفيدني او ان انا محتاجة عشان اتعلم اكتر فالفيلم فيه رسالة صريحة ان سليب التعليم العقيمة مش هتقدي ان احنا عندنا ناس متفوقين عندنا موظفين انما لازم يكون فيه فهم وتجريب للمعلومات اللي احنا بناخدها وانا لو بقى ما تدخلش ان ابناءهم يتعلموا ايه لا يخلوهم يكتشفوا ايه الحاجة اللي هم بيحتموا بيها ويقوموا نفسهم فيها الفيلم ممتاز جدا يعني فيه جرعة تعليمية حلوة فيه نوع كبير جدا من الضحك السيناريو مكتوب بشكل كويس اتمنى الفيلم يعجبكم ان شاء الله